كما شاهدنا في التقرير دعوات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للسكان تحديدا في خان يونس يطالبهم بالمغادرة هل هذه مقدمة لتوسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ يقوم الاحتلال الإسرائيلي ببداية الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من 41 يوما بمحاولة ترويع السكان المدنيين الأمنين الفلسطينيين بدأ في هذا الترويع من ناحية شمال قطاع غزة عندما أرسل عندما بعث بمنشورات ترويع وتخويف المواطنين بالنزوح إلى المناطق الجنوبية في قطاع غزة عندما حدث عن خان يونس خان يونس هي المناطق الجنوبية في قطاع غزة عندما يرسل الاحتلال هذه المناشير يطلبها السكان بالذهاب من مناطق في خان يونس كخزاعة وبنسهيلة وعبسان إلى ناحية رفح ما هو إلا عملية ضغط السكان إلى مناطق الحدودية ما بين فلسطين وبين مصر وهذه من ضمن الخط الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي محاولة لتهجير الفلسطينيين شيئا فشيئا إضافة إلى ذلك يقوم بإرباك وترويع المدنيين الفلسطينيين بأنه ليس هناك مكان آمن سأضيف لك شيئا بسيطا لتوضيح ما يتم قوم به الاحتلال الإسرائيلي 47% من الضربات الإسرائيلية التي قامت فيها في قطاع غزة هي في المناطق الجنوبية ليس هناك مكان آمن في قطاع غزة فما يقوم به الاحتلال ما هو إلا بالضغط وترويع المدنيين وتهجيرهم شيئا فشيئا إلى الحدود الجنوبية ما بين فلسطين ومصر نعم برأيك خفايا وأبعاد هذا المخطط يعني الكل يعلم منذ بداية الحرب أن هذا هو مخطط وهدف إسرائيلي أن يتم ترحيل سكان غزة إلى الجنوب بالتالي إلى خروجها من المناطق الحدودية وما إلى ذلك الآن ومع الحرب ومع هذه العمليات العسكرية أيضا وما تقوم به مؤخرا من تهجير قصري لسكان غزة تضحت الرؤية وتأكدت النيات الآن ما أبعاد هذا المخطط نحن نواجه في هذه اللحظات أكثر حكومة يمنية متطرفة مرت على تاريخ إسرائيل لنظر إلى الحكومة الموجودة حكومة نتنياهو رئيس الوزراء هو بن يمين نتنياهو هو يمين متطرف يتمنى قتل الفلسطينيين في يوم واحد ظهرت بعض التصريحات من ضمن الوزراء الخاصين بحكومته سأذكر لكم بعض الوزراء وزير الثقافة وزير التراسل الإسرائيلي إلياهو الذي طالب بقصف غزة بقبلة نووية غالنت وهو وزير الحرب وليس الدفاع الإسرائيلي ووزير الحرب الإسرائيلي وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات يجب قتلهم وتدميرهم وبالأمس وزير المالية الإسرائيلي سوماريتش الذي طالب بعدم تخالي الوقود على قطاع غزة وإجبار الإسرائيل على عدم السماح للغزة بالعيش وتهجيرهم وكانت له تصريحات واضحة قال بها إن لم تأتي الدول العربية وتستقبل الفلسطينيين نحن ستطالب الغرب من دونهم أمريكا وكندا والدول الأوروبية باستقبل الفلسطينيين وضمهم إلى بلادهم وهذه خطة تهجير مدروسة وهي خطة لا تخفى على أحد أصبحت على الطاولة وضحة على الإسرائيليون فالخطة ممنهجة والخطة ظاهرة من أول ما بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولكن الشعب الفلسطينيين رغم هذه الضغوطات يرفض كل خطة التهجير يرفض النزوح هناك ناس من شمال قطاع غزة في محور العمليات التي تنفيها في قطاع غزة التي تنفيها الحرب الإسرائيلية رجعوا إلى بيوتهم واستشهدوا في بيوتهم وبقوا ثابتين في بيوتهم فهذا الأمر يعتبر حياء وموت لدى الفلسطينيين